النظام العربي بشكل عام هي الدول الخليجية التي حتى لأن لم تحصل فيها ثورات لا وليس صحيح أنا أقول لك يعني أغلب الدول الخليجية ليست مع الربيع العربي ومع ذلك حدث الربيع العربي وهذا عكس ما يقال أنه تحرك الشعوب اليوم استطاعت أن القرار كان في البداية من فوق إلى تحت من القيادة إلى الشعوب اليوم صار القرار شعبي أنا لا أتحدث عن الشعوب العربية أنا أتحدث عن النظام السياسي العربي المحرك الأساسي لهذا النظام السياسي حاليا على الأقل من يرفع الراية هي بعض الدول الخليجية كقطر والسعودية لا لا شوف أنا أقول لك قضية فلسطين يجب أن يشترك الجميع في دعمها لا لا وأنا لا أجبني الإفراز أن نفرز الناس ونقسم ونساهم في التقسيم لأننا مقبلون نحن اليوم يجب على الشعوب أن تجبر حكامها سواء الذين قامت عندهم الربيع العربي أو غير الربيع العربي سيضطروا في النهاية أن يخوضوا هذه المعركة وهذه معركة مصيرية لتحرير فلسطين والذي يريد أن يظل خارج عقيدته وخارج أمته وخارج مبادئه وقيمه هذا سيذهب إلى سنة المهملات طيب بالأمس رئيس الوزراء القطري في اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية حول موضوع غزة قال بصريح العبارة أن غالبية الدول العربية هم نعاج وليس لهم أو لديهم القدرة على خوض معركة مع إسرائيل ومع العيب أن يعترف الرجل الإشكالية لا يوجد مشكلة فعلا نحن نعاني من أكثر النعاج الذين قادونا إلى الهزائم وإلى هذه المذلة ولذلك ليس عيبا فنحن نريد إن شاء الله أن تتحول صفة النعاج إلى أسود والأمر بيد الأسود يتحول إن شاء الله إن شاء الله طيب عبد الباري عطوان في مقاله يعني يقول أن التهدئة حصلت ولكن الحصار لا يزال مفروض على قطاع غزة يعني برأيك ألا تعتبر هذه التهدئة منقوصة إنجاز التعبير وليس كل ما يتمنىه المرء يدركه نحن نعرف حتى الحروب عندما تقام تقام وكل إنسان لديه مطالب كبيرة وبالنهاية تفق على شيء ما تستطيع أن تأخذه تأخذه وأنا أقول على المسلمين اليوم في مقدمتهم العرب عليهم أن يأخذوا ما يستطيعوا في عدم التنازل أهم شيء أن تأخذ ولا تعطي أهم شيء في هذه القضية ولا تتنازل وهذا ليس عيبا يعني مثلا الإخوة في فلسطين أخذوا غزة لكن هم شيء لا يتنازلوا عن فلسطين فلتأخذ الضفاة لا يتنازلوا عن فلسطين أنا أعيد أنهم يأخذوا ما يستطيعوا ويتركوا البقية للأجيال القادمة إذا نحن عاجزون اليوم ستأتي الأجيال القادمة في هذا الموضوع بالتحديد سماحة الشيخ إبراهيم الأمين في صحيفة الأخبار طرح في مقاله تساؤلات مهمة جدا وقال أن هناك مؤشرات تدعو إلى القلق على مستقبل القضية الفلسطينية وفي أحسن الأحوال تدعو هذه المؤشرات إلى الحذر والتنبه وإلى طرح السؤال حول استراتيجية المقاومة بعد هذا الانتصار وقال بأنه نقلا عن صحيفة يدعوت أحرانوت كتب كبير المعلقين نعوم برنياع مقالا حول ما يتصل بالمساعي من أجل الهدنة قائلا تحاول إدارة أمريكية أن تستعمل التفاهم لتعزيز المحور السني في العالم العربي في مواجهة المحور الشيعي لإبعاد فصائل المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد وبقيق فصائل أخرى عن المحور الإيراني السوري وأيضا حزب الله ويجعله ضمن المحور الجديد الذي يتشكل في المنطقة وهو المحور الذي يتشكل من دول الربيع العربية الله يعني أقول يا أخي من المعلوم تأريخيا وواقعيا وعمليا أن أمريكا لا تريدنا محورين هي تريدنا محاور ولذلك ليس صحيح هذا الكلام أنا أقول نحن يجب من يقرر مصير المنطقة نحن اليوم الشعوب استفاقت وهي التي ستصنع هذا إسرائيل لا تريدنا محورين لا سني ولا شيعي وأمريكا لا تريدنا محاور متعددة حتى نظل ضعاف ويظلهم المهيمنين على القرار وعلى مقومات ثروات الأمة ولذلك هذه قد ربما نحترم أصحاب هذه الآراء لكن أنا بقناعتي أن أمريكا والغرب لا يريدنا محورين ولو حتى كنا محورين لا كنا أقوى لكنهم يريدون أن نكون مجزين أكثر من هذا ولكن ما رأيك بقول إبراهيم الأمين أن هناك محاولة لإبعاد حركة حماس والجهاد الإسلامي عن إيران يعني معروف أن إيران هي الدعم الأساسي للمقاومة منذ عشرات السنين والآن هذا الاتفاق هو يقرب إنجاز التعبير الفصائل المقاومة الفلسطينية إلى محور الاعتدال العربي أو ما قام على أنقاض الاعتدال العربي لا 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 مات محور الاعتدال اليوم نحن في محور آخر وأنا أقول هذا من فضل الله علينا فعلا لا شك لا شك أن واجب المسلمين سواء كانوا إيران أو الدول الخليج أو السعودية أو كوائد القطاع أو التركيا هذه قضيتهم والجميع يجب أن يقف في وجه هذا العدو قد نختلف في سياسات قد نختلف على قضايا معينة لكن يجب قضية فلسطين أن تجمعنا جميعا وهذا هو الأصل وهذا هو الذي يجب عليه أن يكون القادة والشعوب متنبهة إليه فلنختلف في أشياء ليس إشكالية لكن قضية فلسطين ماذا سنختلف عليها هي قضية شعب محتل أرض معتصبة مقدسات معتصبة ما الذي سنختلف عليه والذي يقدم المساعدة أنا أقول ليست مساعدة هذا هو واجب واجب على إيران واجب على دول الخليج واجب على مصر واجب على كل مسلم يؤمن بقضية واجب على الإنسانية التي تؤمن بإنسانية أن يدعم هذا الشعب الشريط الطريد منذ عشرات السنين وهذا واجبهم وليس منة ولا فضل من أحد أنه يمتن علينا ويقول والله ندعم لا الكل هذا واجب عليه وهذا إذا نظر الناس إلى هذه القضية من خلال أداء واجب لن تكون هناك مننا لأحد سمحت شيك كيف تقرأ أن تكون حماس عفوا الحكومة المصرية حكومة الإخوان المسلمين في مصر أن تكون هي ضامن لاتفاق هدنة ما بين إسرائيل من جهة وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة أخرى ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن هناك ترك ثقيلة ورثتها حكومة محمد برسيا والنظام الجديد وهي لدينا اتفاقية كام ديفيد وهي التي تقيد وهذه الاتفاقية بحاجة إلى قوة صلبة وحديدية لكسرها وهذه القوة لا تبنى في يوم ليلة لا بد أن نستطيع أن نطالف اليوم بفعل كل شيء هذا لا نبالغ في هذا لكن نحن لدينا عمل وعندنا رغبة وعندنا طموح أننا في الأيام القادمة سنكون أفضل من هذه الأيام وفي السنوات القادمة سنكون أفضل من هذه السنة نعم على كل حال سمحت شيخ يعني سيكون لنا وقفات بتفصيل أكثر حول هذا الموضوع ومواضيع أخرى ولكن بعد فاصل قصير مرة أخرى أرحب بكم مشاهدين الكرام أذكر بضيف الكريم الشيخ محمد الحزمي الإدريسي رئيس لجنة الإعلام في البرلمان اليمني وقبل مواصلة الحوار سنتوقف مع مغتطفات من الصحفة الإجنبية واشنطن بوست غزة من ربح الحرب يرى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود بارك أن إسرائيل حققت أهدافها بشكل كامل فحماس بحسب قوله عانت وقتل أكبر قيديها كما أن كل هذا حدث من دون الاضطرار إلى القيام بغزو بري فوز حماس تمثل بنجاحها بتخفيف القيود عن المعابر الحدودية ما سيسهل حركة الغزيين الذين يعانون من نسبة بطالة مرتفعة جدا وبالتالي يعزز شعبية حماس بين الفلسطينيين بعد تقارير عن تراجعها مصر أيضا ربحت الكثير فيقد عززت مكانتها الإقليمية من خلال رعايتها وقف إطلاق النار وأمر جلب الطمأنين للغرب فيما يتعلق بالوساطة المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين واستمرارها في ظل النظام الحالي يبقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتركيا الخسيرين الأساسيين في هذه الحرب ففيما خسر الأول سلطة سياسية ذهبت إلى حماس فقدت أنقرة دورها الإقليمي ونفوذها في المنطقة ديل التاليغراف نتنياهو يواجه واقعا سياسيا جديدا في المنطقة يشتهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بأنه زعيم الإسرائيلي الأكثر تشددا لكنه قرر على الأقل في الوقت الحاضر إرجاء حرب سبق لغيره من الزعماء الإسرائيليين أن اعتبرها ضرورية لا شك أن نتنياهو يرى أيضا الإذعان للديبلوماسية ضعفا لكنه أجبر على الرضوخ للمتغيرات التي عصفت بالمنطقة أخيرا تدرك إسرائيل أن الزمن تغير بالنسبة إليها وأن عليها أن توازن بين التكاليف الاقتصادية والديبلوماسية للحرب فيما تواجه الدول الغربية الحليفة لها تحادية اقتصادية شديدة إضافة إلى أن جيرانها أصبحوا فجأة متعددي التواجهات غارديان هدنة غزة ستعقبها محادثات أفاد مصر حكومي إسرائيلي أن اتفاق وقف إطلاق النار سيعقبه حوار جار يبدأ في غضون 24 ساعة ويغطي قضايا أساسية تهم الطرفين أبنز الأمور المطروحة هي تخفيف القيود على المعابر والاغتيالات إضافة إلى محادثات ستجرى بشأن إعادة تسليح الفصائل المسلحة والمنطقة العازلة التي تفرض أسرائيل داخل حدود قطاع غزة سمحت شيخ إسرائيل وهذا الكلام طبعا مذكور في صحيفة السفير تقول السفير أن إسرائيل نجحت في جذب نظام الإخوان المسلمين للتوسط بينها وبين حماس وبالتالي إذا خرقت تفاهمات فستخاطر بنزاع مع سيدها أي الإخوان المسلمين وتحول مصر إلى وسيط يساهم أيضا في الحفاظ على اتفاق السلامي بينها وبين إسرائيل ما رأيك بهذا الكلام؟ الإسرائيليون يقولون ما يريدون نحن لا ننساق إلى كلامهم لحول مصر إلى وسيط ومتى كانت مصر غير وسيط يعني مصر من فترة من قبل الثورات وهي وسيط بل كانت شريك وليس وسيط نحن نتحدث عن مصر الإخوان المسلمين حاليا وليس مصر حسني مبارك أو أنور السادات لا لا نحن نتكلم عن رئاسة مصرية للإخوان المسلمين صحيحة لكن لا نستطيع أن نقول أن اليوم مفاصل الدولة المصرية كلها بيد الإخوان المسلمين ولكن هناك نظام جديد في إسرائيل نعم هناك بداية تكوين نظام جديد وهذا هو الواقع يجب أن ننظر إليه نحن ومع هذا مع بداية تكوين النظام الجديد وجدنا هناك سياسات جديدة هناك الذي كان حادث في حرب 2008 لم يحدث في حرب الأيام الثمانية المعابر فتحة طرد السفير الإسرائيلي سحاب السفير المصري من أول يوم كانت هناك قرارات جيدة رئيس الهزراء ذهب في وقت الحرب إلى هناك هذا دليل أن هناك تغيير وليس المطلوب الذي أطلبه هو الشعب الذي يتمناه ولذلك نحن لا نستطيع أن نفرض على هؤلاء الذين وصلوا إلى السلطة قبل 150 أو 200 يوم نقول لهم غيروا سياسة عقود من الزمن يعني يجب علينا أن نضع الأمور في نصابها حتى من باب قوله عز وجل وإذا قلتم فأدلوا طيب برأيك هل هذه الحرب التي حصلت عززت شرعية قيادات المقاومة ونهجها السياسي ووضعتها حقيقة على الخريطة أو الخارطة الإقليمية والدولية هذا بالتأكيد بالتأكيد والدليل أيضا أن المشروع الإنبطاح ظمر في المنطقة سواء على ذوبان ما يسمى بمحور الاحتدال وذهابه إلى مزبلة التاريخ أو مشروع أوسلو وهو الآخر أظهر فشله وعدم جدوى اليوم نحن أمام ما كانت ترسيه وتؤسس له المقاومة بخطابها الإعلامي وترشيدها الثقافي اليوم عززته واقعيا وعمليا أن المقاومة هي الحل فقط وأن الجهاد هو الحل لإخراج هذا العدو المتصب وهذه هي اللغة التي يفهمها ماذا بشأن السلطة الفلسطينية الآن؟ أتمنى أن تلحق نفسها وتلحق في ركب المقاومة وتترك المساومة التي عفى عليها الزمن وأنتهت وأنا أقول انتهت مع انتهاء محور الاعتدال هل الحرب التي حصلت قد تعزز الوحدة الفلسطينية وتوحيد وترتيب البيت الفلسطيني من جديد؟ بالتأكيد أول شيء رأينا هذا التلاحم بين أفراد الشعب الفلسطيني حتى أنا يوم أمس بالفرح في غزة مسيحيون خارجوا يرفعون الأعلام حق حماس أنا وأنا شاهد قناة الميادين هذا الدليل أن هناك فعلا رغبة أن الشعب الفلسطيني سيتوحد وهو سيجبر القيادات المنبطحة أيضا أن تسير في هذا الركب تحت راية المقاومة وهي الرأي التي ستكون جامعة لأبناء الشعب الفلسطيني بأسره اسمح لي أن أذكر هذا المقطع وهو مقطع ذكرته إحداء الصحف الإسرائيلية حول بنود الاتفاق الذي وقع بالأمس تقول لهذه الصحيفة أن التعهدات المصرية والأمريكية التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار هي أولا مصر ستعمل من أجل وقف أعمال التهريب من شبه جزيرة سيناء إلى قطاع غدا وهذا بالطبع ما كنا نتحدث عنه قبل قليل فيما تمول الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة تزود إسرائيل بمنظومات قبة الحديدية هذا كلام نحن لم نجده في ورقات التفاهمات التي أعلنت من الجانبين باللغتين العربية والإنجليزية هذا كلام صحيفة ولهم كلام غضون هل هم وجه للرأي العام الإسرائيلي فقط؟ أنا قلت لك هم يجيدون الصناعة اللفظية لأن لديهم الآن انتخابات قريبة ولذلك هم مفرطون في هذه الصناعة ويجيدونها وهم لا شك أن أجادوها من أول يوم كما ذكرت لك وإخوة المشاهدون يعرفون هذا نحن نتحدث عن ما تم أمام العالم وشهده العالم بلغة العالم إذن هذا هو الناس المزمين به الأشياء التي لا نعلم عنها أو التسريبات الصحفية أو إعلامية أو صناعة الأفضية هذا الشيء لا يجب أن نقف عنده سباح الشيخ اسمح لي أن ننتقل إلى الشأن اليمني كان معنا في فقرة الحدث قبل قليل ذكرنا مقطع من صحيفة أخبار اليوم اليمنية وهذا المقطع معنون بمخاطر المبالغة في الرهان على الخارج بالطبع هذا الكلام موجه للحكومة اليمنية هل لا تزال الحكومة اليمنية الآن بعد هذه الثورة التي حصلت في اليمن تراهن على الخارج وليس على الداخل والحقيقة أنا أقول أي رهان على الخارج لأي قضية من قضاينا هو حكم بإعدامها وفشلها لأن الخارج لا يبحث عن مصالحنا ويبحث عن مصالحه ويبحث عن ما يعزز مكانته ومشاريعه ولذلك لا يستطيع أن يصنع الخير للوطن إلا أبناء الوطن والرهان على الخارج قد نستفيد من صراعات من صراعات مشاريع نستفيد لكن نحن الذين يجب أن نقرر حتى الخارج العربي دول الجوار مثلا لماذا لا؟ أنا أقول كل دولة لديها مشروعها أو لديها مصالحها لا يوجد دولة ستضحي بمصالحها من أجل مصلحتي أنا لكن أنا لا يجب أن أضحي بمصالحهم من أجل مصالحهم أي أقل شيء هنا تكون عدالة نحن نتحدث عن الشعب اليمني خرج بثورة يجب أن تلبى مطالب هذه الثورة وعلى الرئيس اليمني أن يحزم أمره ويعرف أن لا بد من تحقيق مطالب الثورة اليمنية وأما الرهان على الخارج فهو إطالة لهذه الإشكالية التي يعيشها الشعب اليمني الشعب اليمني يريد أن يرى أثر ثمرت أو أن يخطف ثمرت هذا النضال الذي نظله وكان عند مستوى المسؤولية في الحفاظ على البلد برغم أنه شعب مسلح ومع ذلك قدم تضحية كبيرة كيف؟ السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل لدى القوى الثورية الموجودة حاليا في اليمن أوراق ضغط أوراق قوة يمكن من خلالها الأجندة الثورية على الحكومة اليمنية؟ أنا أقول إذا فشلت تحقيق المبادرة الخليجية بتلبية مطالب الشعب اليمني فقوة الشارع هي الضامن الرئيسي نحن نعرف أن الساحة ما زالت هناك الإتصامات وما زالت هناك الجمعات تقام وهذا هو الضامن الرئيسي الذي سيجبر الجميع على أنهم ينفذوا ما خرج من أجله الشعب ولكن سمحت شيخ لابد أن لا ننسى أن هناك اتهامات من قوى ثورية حالية في اليمن للحكومة اليمنية بأنها هي الظل لعلي عبدالله صالح صحيح أن علي عبدالله صالح خرج ربما من الدائرة السياسية أو من الواجهة ولكنه حتى الآن لا يزال يدير الكثير من مفاصل الدولة هناك قوى فقدت مصالحها وهناك قوى تشعر أنها إذا غيبت عن أي قرار غيبت الثورة وإذا لم تحصل على أي شيء ماتت الثورة وهذا غير صحيح يجب أن نكون كما قال الله عز وجل وإذا قلتم فأعدلوا أن نكون عادلين في أقوالنا أنا أقول لم تحتحقق مطالب الثورة إلى الآن لكن هناك أفضل هناك خطوات جادة هناك حجم ثقيل وتركة ثقيلة تركها نظام فاسد منذ العشرات السنين ليس من السهولة أن نقضي عليه في هذه الأيام وأيضا وأنا أقول لك هناك عقبات وضيعت أمام الثورة اليمنية ولذلك هي صحيح تمشي إلى الأحسن هي ببطء لكن تمشي إلى الأحسن وهذا أفضل مما لا يوجد طيب باختصار شديد ربما ببضع كلمات سمحت شيخ هل تعتقد أن شبح الانفصال ابتعد كليا عن اليمن؟ شبح الانفصال كل يوم يضمح لأنه لم يعدون لك مبرر للانفصال نحن كنا متفقون أن النظام السابق أعدل الناس كان أو أعدل الأنظمة في توزيع ظلمه على الشعب اليمني بأكمله انتهى هذا الظلم الآن كيف نعالج هذه المظالم وكيف أننا نكون إخوة كما أردنا الله عز وجل ونحن حقيقة اليمن هو موحد من قبل تسعين موحد سياسيا وتاريخيا ولغويا ولغة وعقيدة ويغراطية وتاريخي طيب سمحت شيخ اسمح لي أن ننتقل إلى فاصل ومن ثم سنواصل هذا الحوار من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام سنتوقف مع الحدث الإسرائيلي لنرى كيف تناولت الصحف الإسرائيلية التهدئة التي أبرمت بالأمس في القاهرة فالنتبه معرفة مازال معلم أوباما وأنا صديقان إنجاز واحد واضح وفوري برز أمس لصالح رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو مع انتهاء حملة عمود السحابة وهو ما بدى كترميم سريع لمنظومة العلاقات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الحملة انتهت بعد ثمانية أيام من القتال من دون حسم فيما ظهر نتنياهو في المؤتمر الصحفي كمن يجد صعوبة في تسويق الانتصار أمام سكان الجنوب لكن حقق إنجازات في منظومة العلاقات السياسية ولسيما مع واشنطن من السابق لأوانه تقديم تحليل عميق لتأثير الحملة على نتائج الانتخابات إذا تحقق هدوء نسبي في الشهرين المتبقيين حتى الانتخابات سيكون نتنياهو ولي برمان أكبر الرابحين إسرائيل هايوم 70% يعارضون وقف النار أظر استطلاع للرأي أرجاته القناة الثانية أن 70% من الإسرائيليين يعارضون وقف النار وردا على سؤال حول صمود اتفاق وقف النار أظر الاستطلاع عدم ثقة كبيرة لدى الجهور الإسرائيلي بنجاح الاتفاق إذ يعتقد 64% من الإسرائيليين أن الاتفاق سيصمد لفترة زمنية قصيرة فقط بينما أجاب 24% أن الاتفاق لن يصمد أبدا وحول تحسن قدرة الردع الإسرائيلي أجاب 58% أنها تحسنت بالفعل وقال 15% أنها تراجعت نحو الأسوأ فيما أجاب 24% أنها لم تتغير هاريتس يوسي فيرتر نتنياهو تصرف بجرأة رغم الثمن السياسي الداخلي لم يجرؤ نتنياهو على أن يخرج من فمه كلمة انتصار لأنه يعرف أننا لم ننتصر الأمور تبدو الآن مثل تحقيق التعادل في الأسبوع المقبل سنكتشف جميعنا إذا كان حصل نوع من الانتصار وفقا لطريقة تصرف المنظمات في غزة التي تلقت دربة قاسية لكنها لم تخضع ولم تنهار فإنجازهم الرئيس تمثل في كسر تابو إطلاق الصواريخ على تل أبيب والقدس من دون أن تشتعل غزة بالنيران بعد هذا القصف سمعت شيخ تسيبي ليفني وشاول مفاز قالوا صراحة بالأمس أن هذه العملية العسكرية لم تحقق أهدافها وانتقدوها أيضا برأيك كيف ستؤثر هذه الحملة العسكرية أو العملية العسكرية التي قام بها بن يمين نتنياهو عليه في الداخل الإسرائيلي لا ومن خلال الاستطلاع الذي سمعنا سبعين في المئة من الشعب الإسرائيلي كان يريد مواصلة الحرب يعني شعب عدواني هذه الثقافة العدوان التي تربى عليها هؤلاء الذين جاءوا من كل حدب وصوب الكرة الأرضية تربوا على العدوان ولذلك لا يرقوا لهم هذه التهديئة وللأسف أن الإسرائيليين دائما في كل انتخابات يعملوا عمل عدواني وإجرامي من أجل تحسين رصده الانتخابي كل القيادة السياسية هكذا وقود الانتخابات الإسرائيلية دائما هو الشعب الفلسطيني والدم الفلسطيني أنا أقول هي هزيمة حقيقة للقيادة الإسرائيلية وهزيمة إن كان حققوا نسبة من النجاح في مسألة القبة الحديدية لكن لم يستطيع أن يمنعوا وصول الصواريخ إلى تلعابي وإلى المدن التي كانت ليست تحت طائلة الصواريخ المقاومة هم الآن في حالة صدمة لا يستطيعون أن يخرجوا الموضوع إلى الوجود بسبب أنهم ما زالوا في حالة الصدمة سواء كانت القيادة السياسية أو الإعلامية أو المحللون ولذلك الأيام القادمة ستكون حبلة التحليلات أكثر مما هي عليه الآن على كل حال بعض الصحف الإسرائيلية ذكرت أن نجاح القبة الحديدية كان بنسبة 84 في المئة وقد اعترضت حوالي 421 صاروخ أطلق من غزة على كل حال بنفس السياق الذي تحدثت به سماحة الشيخ هناك بعض المتصفحون على الشبكة العنكبوتية احتجوا على نتنياهو ولم يقتنعوا بالإنجازات التي عددها خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس هذا الكلام هل يحيي بخاصة أنه نحن أمام فترة حوالي شهرين من الانتخابات أنه فرص نجاح بنيمين نتنياهو أو اليمين المتشدد بالإضافة إلى لبرمان لأن هناك تحالف معروف بين لبرمان بالإضافة إلى بنيمين نتنياهو خلال الانتخابات القادمة سيكون له تأثير كبير على هذه الانتخابات أو على حظوظ بنيمين نتنياهو في الانتخابات نحن ننظر إلى ما نريدنا نحن لا نفرق بين مجرم أسود ومجرم أبيض لا يوجد فرق كانت ليفي وكان لبرمان ونتنياهو ومن قبلهم شارون كلهم مجرم الحرب كلهم تلطقت أيديهم بدمائنا لذلك نحن الأصل أن نعاول على أحد من الذي يرسب ومن الذي ينجح نتحدث عن أنفسنا متى ننجح ويجب أن ننجح ولا نظن نحن الراسبين فقط ولذلك حقيقة لست مع الذين ينشغلون في الانتخابات الإسرائيلية لأنها لا تؤثر فينا وهم كلهم ينظرون إلىنا بمنظر واحد وهذه النسبة 70% دليل على ما نقوله هذا الشعب أفرز هذه القيادة وثقافته من ثقافة هذا الشعب شعب عدواني وقيادة عدوانية ولذلك لا يجب أن ننشغل من الذي يصعد أو الذي يهضر ولكن لا شك أن تأثير هذه الحملة العسكرية وتداعياتها على الداخل الإسرائيلي مهم جدا من حيث انتقادات واحتجاجات المعارضة ربما نشهد الآن لجنة التحقيق على غرار فينوغراد ولجان أخرى شكلت خاصة بعد حرب غزة عام 2008 و2009 وهذا الأمر أيضا يضعف الجبهة الداخلية الإسرائيلية بالتأكيد نحن نتكلم عن إفراز القيادة لكن هناك تداعيات لهذه الحرب ستكون تداعيات نفسية وتداعيات سياسية وتداعيات اقتصادية مؤثرة سواء في النسيج الاجتماعي الإسرائيلي أو النسيج السياسي سيكون لها تأثيرات كبيرة ولذلك قلتنا الأيام القادمة ستبين لنا هذا التداعي وهذا التأثير نعم التحدث بالأمس خالد مشعل رئيس مكتب السياسي لحركة حماس بالإضافة إلى رمضان عبدالله شلح أيضا مسؤول حركة الجهاد الإسلامي عن آمال بتوحيد البيت الفلسطيني في قادم الأيام وأن يكون لهذه العملية العسكرية التي قالوا بأن الشعب الفلسطيني انتصر فيها تأثير على الموضوع الداخلي الفلسطيني برأيك إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الموضوع بالتأكيد وهذا هو الذي يجب أن نفرح به وهذا هو الذي يجب أن نهتم به وهو بالعكس كما أنه سيفرز هناك تفكك كما ذكرنا سيفرز أيضا على الساحة الفلسطينية إن شاء الله يكون سبب في إرساء قاعدة لتكون هي الحاملة لهذه الوحدة بين كل الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني وهي على أسس أن المقاومة صارت عنوان رئيسي لا يمكن أن يذوب في المنطقة لأن هناك أسباب كثيرة تدعم هذا التوجه نحن اليوم هناك توجه على مستوى الأمة لدعم المقاومة ودعم الجهاد في فلسطين لتحرير فلسطين والأمور مبشرة بخير أنا أقول أنها يجب علينا أن وأيضا يجب علينا أن لا يحدث عندنا التراخي يجب أن نستغلها مثل هذه الفرص سواء على النسيج بالنسبة لأخوة في فلسطين أن يسعوا إلى توحيد صحوفهم خلف المقاومة نعم وبالطبع سمحت شيخ هذا ما نأمله وما نرجوه حقيقة الشيخ محمد الحزمي الإدريسي عضو لجنة الإعلام ونائف البرلمان اليمني أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا هنا في سيديوهات الميدين وشكر مصور لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة إلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا